الفصل الرابع التنظيم. طبعا احنا في مادة مبادئ الادارة اخدنا قبل كده التلات فصول الاولى. تكلمنا على الفصل الاولاني اساسيات الادارة. بعد كده اه اتكلمنا على اه فصل التخطيط والبيئة المحيطة. ناخد النهاردة ان شاء الله الفصل الرابع التنظيم. احنا عارفين ان التنظيم هي الوظيفة التانية من وظائف الادارة. كلمنا قبل كده عن وظائف الادارة في الفصل الاول. قلنا وظائف الادارة تخطيط تنظيم القيادة والرقابة واتخاذ الكرارات. فالتنظيم هو الوظيفة التانية بعد وظيفة التخطيط. وظيفة التخطيط عملنا فيها ايه? حددنا الهدف وحطينا الخطة. فتيجي بعد كده دور وظيفة التنظيم. بتحدد ايه هي الانشطة والاعمال المطلب تنفيذها عشان احقق الهدف اللي انا سبق وضعته في وظيفة التخطيط. يبقى ازا انا في وظيفة التخطيط توصلت الى هدف او مجموعة من الاهداف وخطة تنمى وضعها. هذه الخطة بقى المفروض ان هي تترجم في شكل اعمال وفي شكل انشطة. وبعد كده نشوف اه الانشطة دي هتتفرع بعد كده الانشطة فرعية ووظائف وهكذا. يبقى ازا التنظيم لما احب عرفه هو عملية تحديد الاعمال والانشطة والمهال المطلوب تنفيذها لتحقيق الاهداف. ازا من خلال ان انا حدد ايه هي الوظائف المطلوب تنفيذها عشان انفذ الانشطة المطلوبة. ايه هي المهارات المطلوبة اللي عندي? يعني الافراد الموارد البشرية اللي هيشتغلوا معايا. سلطات ومسئوليات كل وظيفة وكل ادارة. وايه العلاقات الوظيفية ما بينهم? يعني ايه ما هيشتغل ازاي? مين الرئيس? مين المرؤوس? مين في نفس المستوى الاداري? الشغل هيبدأ عند مين? وبعد كده يروح لمين? وينتهي عند مين? يبقى كل ده بتحدده وظيفة التنظيم. يبقى ازا مفهوم التنظيم ان انا احدد ايه هي الاعمال اللي هقوم بيها? واختصاصات وسلطات ومسئوليات. كل ادارة وكل قسم وكل وظيفة وكل فرد بيبقى عارف مطلوب منه ايه? نقطة التانية اهمية التنظيم. من خلال التعريف اللي احنا قلناه صادقا عايزين نطلع اهمية التنظيم. اول حاجة انا لسه بقول عارفنا كل وظيفة من وظائف المنظمة ايه سلطتها وايه مسئوليتها? فاذا اول اهمية الاهمية لان اهمية التنظيم ان انا حددت الدور المطلوب من كل وظيفة من وظائف المنظمة. وحددت سلطتها ايه ومسئوليتها ايه? وبالتالي كمان تحديد دور كل ادارة. يعني مثلا ادارة الامتاج مطلوب منها ايه? مطلوب منها تنتج وحدات قد ايه? خلال الهدف المطلوب او خلال الخطة اللي تم وضعها. يبقى انا عرفت كل ادارة مطلوب منها ايه? هي سلطتها ايه? مسئوليتها ايه? وبالتالي النقطة التالتة ان انا عرفت العلاقات الوظيفية ما بين الادارات والاقسام المختلفة. كل ادارة هتشتغل مع الادارة التالية ازاي? يعني مثلا الانتاج هتطلب من قسم مثلا الامارض البشرية. عايزين عمالة بمواصفات كزا. اه اه اعزين من القسم التسويق. عايزين تعملنا اعلانات عن المنتج. عايزين يبقى ازا ان كل ادارة ازاي هتتعامل مع الادارات الاخرى? سواء كانت في نفس المستوى الادارة بتاعها او في مستويات اعلى او في مستويات اقل. لما كل واحد بيبقى عارف في وظيفته مطلوب منه ايه? ايه واجباته? ايه مسئولياته? وايه سلطاته? عارف وظيفته? عارف الادارة اللي بيشتغل فيها? ايه سلطاتها? وايه مسئولياتها? يبقى انا كده بقضي على الجمود الوظيفي. اللي هو كل واحد بقاش فهمه هو بيشتغل ايه? بيعمل ايه? لأ انت قاعد على مكتبك عارف انت بتشتغل ايه? وظيفتك ايه? ايه مطلوب منك? واجباتك? مسئولياتك? والادارة بتاعتك مطلوب منها ايه? وهكزا. لما يبقى كل واحد معروف هو مطلوب منه ايه? واجباته ايه? مسئولياته ايه? فبالتالي اعرف ارائب عليهم بسهولة جدا. لان الحاجات دي متحددة مسبقا. فلما كل واحد ينفس اللي مطلوب عليه انا اعرف بعد كده اعرف اعمل اعملات الرقابة الفعالة على اعمال وانشطة المنظمة. وبالتالي لما كل واحد فهم الشغل بتاعه فهم العمل بتاعه واختصاصاته فانا موفر بيئة عمل ومناخ تنظيمي ملائم يسهل على انجاز الاهداف اللي انا سبق وضعتها. طيب التنظيم دي هابدأ بايه? ايه هي خطوات وظيفة الطمر? التنظيم احنا لسه كنا بنقول في التعريف ان هو تحديد الانشطة الرئيسية والفرعية واعرف كل وظيفة مطلوب منها ايه? بس قبل ما التنظيم يبدأ شغله احنا لسه في البداية وكنا بنقول ان هي الوظيفة التانية بعد وظيفة التخطيط. طيب ما هي هتبني شغلها على وظيفة التخطيط? يبقى اذا اول حاجة تعملها وظيفة التنظيم هي فهم ومراجعة اهداف وخطط المنظمة اللي هي سبق وظيفة التخطيط عملتها او توقفت عندها شغلها عملت حدد الاهداف وحطت لي الخطة بتاعت المنظمة. تيجي بقى التنظيم تاخد منه هذه الاهداف والخطط تراجعها كويس جدا عشان تبدأ تبني عليها شغلها. اللي هو اول حاجة بتعملها بعد ما تفهم وتراجع الخطط والاهداف دي. ان هي تحدد بقى ايه هي الانشطة الرئيسية اللي هتشتغل معنا. يعني مسلا انت عليك هتشتغل هتنتجي لي انت المطلب منك في الخطة دي ان انت مسلا تنتج لي خلال الفترة الزمالية المطلبة تنتج لي مسلا الف واحدة. التسويق انت عليك ان انت تعملي اعلانات وتعملي تحدد لي منافذ التوزيع وتحدد لي الترويج للسلعة دي. التمويل. انت تحدد لي مصادر الاموال اللي انا هشتغل بيها. تمام? وهكزا. يبقى انا بطلب من كل القص بشوف هو مطلب منه ايه عشان في الاخر يحدد لي او يحقق لي الهدف المطلب. بعد ما حددت الانشطة الرئيسية اللي هي الانتاج والتسويق والتمويل والموارد البشرية وغيرها تحت كل نشاط رئيسي يبدأ يتفرع منه انشطة فرعية. يعني مثلا قسم التسويق بيتفرع منه مثلا ايه? التسعير المنتج. اه تصميم المنتج. تحديد منافذ البيع. اه الاعلانات والترويج وهكزا. فكل تحت كل واحد يبدأ يتفرع او يتحدد للانشطة والعملات الفرعية بتاعته. ونشوف مطلوب لنه ايه? بعد كده في كل نشاط فرعي فينا عاملو الوظائف. احدد بقى ايه الوظائف المطلوبة اللي هي هتشتغل معنا. واحدد لها ايه? الخصائص بتاعتها والسلطات والمسئوليات. عشان بعد كده اشوف نور الفرد اللي هيشتغل في هذه الوظيفة. يبقى انا بحدد الوظيفة الاول وبعدين لسه هوزة عليها الافراد اللي بيبقوا موجودين معي. طيب بعد كده بيتحدد سلطات ومسئوليات كل الوظيفة وعلاقتها بالوظائف الاخرى. وعلاقتها بالادارات الاخرى. يعني انا وظيفتي علاقتي بالوظيفة التانية في نفس ادارتي ايه? طب ادارة الانتاج. علاقتها بالتسويق ايه? طب علاقتها بالادارة الاعلى منها ايه? وهكذا. بحدد شبكة الاتصالات الداخلية في المنظمة. اللي هي بينك وصير اسمها العلاقات الوظيفة. بعد كده. انا خلاص كده وصلت المرحلة لانا حددت الوظيفة اللي هتشتغل معي. حددت السلطات والمسئوليات. ابدأ بقى اوفر ووزع عليها الموارد اللي هتشتغل بيها. سواء كانت موارد بشرية او موارد مادية. موارد بشرية يعني يوزع العاملين على اماكنهم في العمل. ووفر لهم المواد المادية اللازمة اللي هيشتغلوا بيها زي الادوات زي المعدات زي المواد الخام. وينتهي وظيفة التخطيط او التنظيم. تنتهي وظيفة التنظيم باعداد الخريطة التنظيمي. اللي هو بينك وفينه اسمها الهيكل التنظيم. وده اللي هنفض ان شاء الله في الهيط الفصل ازاي نصمم هيكل التنظيم. يبقى ازا وظيفة التنظيم بتبدأ بخطوة فهم ومرايعة اهداف وخطة المنظمة. وبعدين تعمل بقى تحديد انشطة رئيسية وانشطة فراعية تحديد الوظايف تحديد سلطاتهم ومسئولياتهم وتوزع الموارد وتنتهي بوضع الخريطة التنظيمي. في لقطة لابد ان احنا نتناولها طالما تكلمنا عن التنظيم. احنا لسه بنقول ان وظيفة التنظيم بتحدد لي كل واحد ما كانه فين في الشركة. كل واحد وظيفته ايه? مطلوب منه ايه? يعني انا مسلا بشتغل في ادارة الانتاج. انا موجود على انه بكتب. مين زميلي? مين بشتغل معايا? الكلام ده لما لما المنظمة لي انا بتحدده باسمه تنظيم رسمي. لكن لما في اوقات في اوقات الراحة ناخد ايه اه اه نطف مسلا على الكافتيري او حاجة ونبدأ نتناول مسلا وجبة الغداء او وجبة الفطار. وعبتكلم مع زملاء العمل. ساعتها هنا احنا بيبقى التنظيم بتاعنا غير رسمي. يعني ما هواش منصص عليه في المنظمة. انا واقف بتكلم مع واحد زميلي. انت ايه رأيك في العمل? اعملته ايه النهاردة? خلصت ايه? طب ايه رأيك? اه شفت المدير عمل ايه? طب المشاكل. وابدأ اتكلم معاه في ايه? في احاديث اه غير رسمي. يبقى اذا احنا لازم نعرف ايه الفرق بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسم. التنظيم الرسمي اللي هو سبق احنا قلناه. ان انا قسمت المنظمة الى مستويات ادارية. والان احنا اخدناها في الفصل الاولاني. مستويات ادارية يعني ادارة عليا وادارة وسطة وادارة اشرافية. وهذه المستويات قسمتها الى ادارات ووظائف. وحددت سلطات ومسئوليات كل ادارة وكل وظيفة. وحددت شبكة الاتصالات اللي هي العلاقات الوظيفية. والتنظيم ده بيمشي او بيسير وفقا لقواعد وسياسات محددة ومكتوبة من قبل المنظمة. يعني انت محددتهاش. لا ده هي المنظمة. رؤساء المنظمة محددينها في شكل قواعد مكتوبة وعليك الانتزام بها. ده التنظيم الرسمي. تمام? هيسيبين دور كل فرد في المنظمة وانا مطلوب مني ايه? لكن التنظيم هي الرسمي ده بقى بيبقى عبارة عن علاقات شخصية اجتماعية بتنشأ بين افراد المنظمة الرسمية. بتنشأ بطريقة اختيارية وتلقائية. يعني ايه? يعني انا بشتغل كده. لقيت فيه بس الخصائص بتاعتهم بتتشبه مع الخصائص بتاعتي. الثقافة بتاعتهم. ميلهم اهدافهم بتتشابه معي. فبيحصل ايه? ان احنا بتحب نتكلم مع بعض في اوقات البريك. نتناول موضوعات. ممكن تبقى داخل العمل او موضوعات من خارج العمل. المهم ان احنا بنعمل علاقات اجتماعية مفتفة فيها عن مشكلات العمل او مشكلات اخرى. فبشبع حاجة اجتماعية عندي. يبقى ازا ده تنظيم غير الرسمي ده علاقات شخصية. بيزا انشأ بين افراد المنظمة الرسمية بصورة تلقائية واختيارية. نحط تحت اختيارية دي كزا خط ليه? لان هو ده الفرق ما بين التنظيم غير الرسمي والتنظيم الرسمي. التنظيم الرسمي انت مجبر بعمل حاجة معينة واجبات واسئوليات عليك ووظفتك فرضاها عليك. لكن التنظيم التنظيم الرسمي انت اخترت الاشخاص اللي هاتكلم معهم في امور غير الرسمي. وطبعا زي ما قلنا بيتيجي من نتيجة التشابه في خصائص الافراد مع بعضها. هذي التنظيمات غير الرسمية غير منصوف عليها في اللوقات التنظيمية. ده معناها ان القواعد والتقاليد اللي ما بينهم ما بتكونش بكتوبة. بتيجي بتبقى حاجة معروفة. يعني انا وانا زميلي انا عارف احنا بنحب ايه نتكلم في ايه? حب ناكل ايه? حب نشرب ايه? دي حاجات احنا عارفناها داخليا لكن ما بنكتبهاش. ما بنقيبهاش زي التنظيمات الرسمية. طيب هل التنظيمة غير الرسمي ده? كويس? مفيد يعني للشركة ولا لأ? اللي والله هو ليه الجانبين. ليه ايجابياته وليه سلبياته. بالنسبة ليه الفوايد بتاعته او ايجابياته? اول حاجة زي ما قلنا بلاقي حد بتكلم معي. بلاقي حد اخرى فيه الانسان دايما كائن اجتماعي. يحب يتكلم مع حد. يحب ايه? يفض فض باللي هو المشاكل بتاعته. عايز يتكلم. فلما يلاقي ناس بتتشابه في الخصائص بتاعته سواء ثقافية او اجتماعية او آآ آآ تعليمية. بيبدأ يتكلم معهم فهو هو هنا بيشبع حاجات اجتماعي. الحاجة التانية بنعبر عن مشكلات العمل. لان الناس اللي معانا في العمل دول عارفين اكتر الناس اللي انا بشتغل معاهم. فلما اجي هتكلم عن فلان او هتكلم عن المدير بتاعي هو عارفه. فانا بتكلم وهو عارف الشخص ده. غير لما بروح في البيت مسلا اتكلم على حد وهم مش عارفينه. فانا بعبر عن مشكلات العمل مع زملاء العمل. كمان ممكن يبقى هو قناة من قنوات الاتصال بس غير الرسمية. لنقل المعلومات. يعني ممكن اعرف معلومة من زميلي في قسمة تاني انا محتاجها بصورة غير رسمية. تمام? بتبقى السرع من انا لو طلبتها بشكل رسمي. فهو قناة مفيدة لتبادل المعلومات. لو ان الافراد اصحاب التنظيم غير الرسمي دول اهدافهم بتتفق مع اهداف التنظيم الرسمي بمعنى ان هم راضين عن العمل وراضين عن المديرين. راضين عن طبيعة العمل اهدافه. هتلاقيهم يتنفسوا مع بعض ان هما يزودوا انتاجيتهم. ان ايه رأيك النهاردة ما اعمل نزود الانتاجية? طب شوفوا كانت خلص الساعة كام? طب انها ععد اولفر تايم طب ما تيجي تقعد معي وهكذا. فهما بيشجعوا بعض على زيادة الانتاجية. ده امتى? في حالة اتفاق اهدافهم مع اهداف التنظيم الرسمي. دي فوايد التنظيم غير الرسمي. امل سلبياته. ليه نواحي طبعا سلبية? ممكن ان احنا نتكلم مع بعض اف اوقات البريك. بس بس ساعات الكلام بيطول شوية. فتلاقي اخدوا من اوقات العمل الرسمي. عمالين بقى يزوروا بعض في المكاتل ويتكلموا احاديث جانبية ويقن يعطلوا ايه? العمل او يعطلوا الجنهور اللي بتعامل معي. فطبعا ده نحية سلبية. يبقى تعطيل اوقات العمل الرسمي نتيجة تبادل الزيارات والاحديث الجانبية. نحية السلبية التانية انه هما طالما هما متربطين مع بعض كده فبهما بيعرضوا اي تطوير او تغيير في العمل. يعني لو حبيت انقل واحد من وظيفة معينة او انتد بحد في وظيفة اخرى. لا هما يعرضوا التطوير ده. هما واخدين على بعض في المكان دوت فمش عاوزين اي ايه حاجة اه تغيير ده. زي ما قلنا في الايجابيات انه هما كانوا بيتدادل المعلومات المفيدة. كمان من السلبيات ممكن واحد ينقل المعلومة غير صحيحة وبالتاني تتدول بين افراد التنظيم غير الرسمي فيعمل شائعات. فممكن يعمل ايه اه اه ده البله في التنظيم ككل. يبقى نفس الشائعات بين العاملين. زي ما قلنا في الايجابيات انه هما ممكن يتفقوا مع بعض على زيادة الانتاجية في حالة اتفاق اهدفهم مع اهدف التنظيم الرسمي هما كمان. لو هما بقى على العكس. ما بيحبوش المدير بتاعهم. ما بيحبوش العمل بتاعهم. طبيعة العمل صعب او فيها اي مشكلات تلاقيهم ايه? يعملوا الحد الابنى من العمل اللي ما يخلوهمش يتفصلوا. فيتفقوا مع بعض على تخفيض مستويات الانتاج بلا فيه ايه? ان هو يضمن ان الوظيفة موجودة. يعني خلينا نشتغل النهاردة مسلا ساعتين تلاتة مش مشكلة. ما هو طالما احنا كده كده اخر الشهر بناخد ايه? الراتب بتاعا. طبعا وده حاجة ايه غلط. يبقى ازا سلبيات التنظيم غير الرسمي ممكن يعطل لنا اوقات العمل الرسمي ونتيجة الاحاديس الجانبية ليعارض اي تطوير او تغيير نشر الشائعات وتخفيض مستويات الانتاج. وبالرغم طبعا من السلبيات دي الا انه لا يمكن إلغاء التنظيمات الغير الرسمي. ما ينفعش اشيلها. دي علاقات اجتماعية. بس لو هي مضرة بالمصالح الحكومية او بالمنظمة بتاعتي يعني. ممكن ان انا اقيدها شوية او ان انا احاول افكر ايه الترابط ما بينه. لكن ما ينفعش ان انا الغيها. ندخل دقاء مقطة لبعد كده. مبادئ التنظيم. مبادئ يعني ايه? يعني مجموعة من القواعد. بتبنى عليها وظيفة التنظيم. هناخد بعض منها. المبدأ الاولاني مبدأ تحديد الهدف. احنا اتكلمنا قبل كده في الفصل الاولاني ان انا بداية اي عمل سواء كان عملك سواء كان حياتك الشخصية سواء كان في البيت. بداية اي عمل هو احدد انا عاوز اوصل في المستقبل. يبقى مبدأ تحديد الهدف احدد النتيجة اللي انا عايزة اوصل اليها. هو ده حضر الاساس اللي هبني عليه الخطة بعد كده هطلعها ازاي? هوصل ازاي للهدف ده? فمبدأ تحديد الهدف هو نقطة البدء واساس انجاز وظائف المنظمة. حيث لازم في البداية بحدد ايه هي الاهداف العامة المنظمة? المنظمة ذي موجودة ليه? تشتغل ان يصنعه. اه عايزة اتحقق ايه في السور? وبعدين احدد الاهداف الفرعية بتاعتها. طيب خلال العشر خمسطاشر سنة الجايين احنا عايزين نعمل ايه? وبعد كده طب السنة دي نعمل ايه? وهكذا. يبقى تبدأ بتحديد الاهداف العامة ثم الاهداف الفرعية ثم يعني ابدأ ان انا افرعها بقى ايه للنشاط المطلوب من 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 كل اه اه ادارة عشان انجز هذه الاهداف. المادة التاني مادة التخصص وتقسيم العمل ده عبارة عن ايه? عبارة عن اننا الشغل بتاعي كبير اقسمه الى اجزاء ويتخصص كل فرد في جزء منها. بحيث واحد يمسك وظيفة معينة ويقعد عليها فترة كتيرة يتضرب فيها ويمفزها فترة معينة. ليه? لاننا لما بعود في الوظيفة فترة معينة او فترة تطول شوية بيحصل ايه? بيحصل ان انا بيبقى عندي سرعة في الوقت. بنجز العمل بوقتة اسرع ممكن اخفض لو فيه تكلفة مجهود اقل. فبالتالي تقسيم العمل الى انشطة وعمليات فرعية بحيث يتخصص كل فرد في جزء معين من العمل. يعني انت لما تيجي مسلا تتعلم ان انت تكتب على الكمبيوتر مسلا تلاقي نفسك في الاول شوف بتكتب كم كلمة في دقيقة. تلاقي طبعا بتبقى ايه? هنا هي كلمة واحدة. فبعد كده بعد شهر من انت عملت تدرب تدريب متواصل شوف هتكتب بقى كم كلمة في دقيقة. ده اللي نقصه بيه التخصص في تقسيم العمل. ان انا انجز العمل بشكل اسرع لو تيجي ان انا تخصصت في العمل ده. ولكن ليه? عيب. انا اقامل مزايا ان انا هتكن العمل واجبته بس العامل اللي بيقعد في وظيفة طويلة اه لمدة طويلة بيحس بعد كده بالملل. ليه? لان انه بيعمل نفس العمل فترة طويلة. عشان كده برضو عندنا في الادارة في مبدأ اسم الروتيشن ان انا اعمل تدوير وزيفي. بعد ما اكتسب الخبرة في الوزيفة دي ممكن ان اقلوا وزيفة تانية برضو يكتسب فيها ايه? خبراته. مبدأ التالت مبدأ المركزية ولا مركزية? يعني ايه مركزية? المركزية هي احتفاظ المستويات الادارية العليا بسلطة اتخاذ القرار في المنظمة. يعني القرارات تبقى جاية من الادارة العليا. اما اللي هي مركزية? عكسها. ان الادارات تفوض السلطة للادارات الاقل منها ان هي تاخد قراراتها بنفسها. طبعا في امور متبقاش اه همة جدا او في امور خاصة بشغله. دايما القرارات الهمة التي تنسى حياة او فشل من المنظمات بتبقى خاصة بالادارة العليا. لكن مثلا واحد عايز ياخد اجازة مثلا يبقى يمديها من المدير بتاعه والمدير بتاعه يوديها لقسم موارد بشرية وهكزا. مش لازم بقى اطلع لرئيس مجرس الادارة عشان اخد اجازة. يبقى ايضا فيه موضوعات معينة ممكن ان انا اعمل فيها تفويد او توزيع سلطة اتخاذ القرار. المبدأ. الرابع مبدأ نطاق الاشراف. يعني ايه نطاق الاشراف? يعني عدد العاملين او المرؤوسين اللي بيشرف عليهم رئيس واحد بفاعلية. يعني انا مدير في اقدرتي في عشر عاملين. يبقى هو ده نطاق اشرافي. يبقى نطاق اشرافي ايه? عشرة عاملين. عدد العاملين اللي انا بشرف عليهم بفاعلية. ادارة ايه فيها خمسة. يلا هو ده نطاق اشرافه. دي لان العمل عندهم بيتطلب خصائص معينة. فهو ما يقدرش يشرف على دول. يبقى ازا النطاق اشراف هو عدد المرؤوسين الذي يشرف عليهم رئيس واحد بفاعلية. طيب ايه نخلى ادارة فيها عشرة والادارة ده فيها خمسة. قال لي والله هو هناك فيه عوامل بتحدد لنطاق الاشراف. زي درجة تجنف الانشطة. هل الانشطة دي العمال بيقولوا بيها? انشطة بسيطة ولا آآ متجنسة ولا غير متجنسة? يعني شبه بعض ولا مختلفة? كل عامل بيقول بنشاق مختلف عن التاني. النقطة التانية درجة تعقد العمل. هل بيقولوا باعمال بسيطة ولا معقدة? تحتاج بقى تركيز وتحتاج بننش فيها مع كل واحد يشوفوا بيعمل ايه? العامل التاني درجة تقارض مواقع العمل. موجودين في اماكن متقربة? اماكن عمل متقربة? ولا موجودين في اماكن عمل متبعدة? واحد هنا في القاهرة. واحد في مدين ستة اكتوبر. واحد في العشر من رمضان. في مناطق متبعدة. فصعب علي ان انا افضل رايح جاي ان انا ايه? اتابع الموقف. العامل اللي بعد كده خبرة المشرف. هل انا خبرتي كبيرة في الادارة اللي انا فيها? ولا لسه حديثا فخبرتي قليلة? والوقت اللازم التنسيق? يعني الوقت اللي انا بقعد فيه مع العمال بتوعي او العاملين بتوعي عشان ننجز العمل. الوقت اللازم التنسيق ده كبير ولا صغير? طيب نشوف. بالنسبة لدرجة تجنف في الانشطة. كل ما كانت الانشطة متجنسة مطاق اشرافي يزيد. يعني ايه مطاق اشرافي يزيد? يعني المشرف يمكن ان هو يشرف على عدد كبير طالما درجة الانشطة متجنسة. العمل لو بسيط مش معقد برضو يمكن المطاق الاشرافي يزيد. لان هما بيقوموا باعمال بسيطة. فانا ممكن اتابع اكتر من واحد. مفيش مشكلة. موجودين في مواقع متقربة. مطاق اشرافي يزيد. خبرتي كبيرة. مطاق اشرافي يزيد. الوقت اللازم للتنسيق منخفض. يعني انا هاعز مع كل واحد وقت قليل. فممكن هنا زود العدد في مطاق اشرافي يزيد. يبقى اذا انت يتسع مطاق الاشراف اذا كانت الانشطة متجنسة. الاعمال غير معقدة. مواقع العمل متقربة. خبرت المشرف كبيرة. والوقت اللازم للتنسيق منخفض. وطبعا العكس صحيح. مطاق اشراف يضيق انت اذا كانت الانشطة غير متجنسة. يعني مختلفة. كل مجموعة بتؤدي عمل بشكل مختلف. فما ينفعش ان انا اترع كل دول. فبكتفي بمجموعة ويجي مشرف تاني. ايه? يشرف على المجموعة التاني. او كانت الاعمال معقدة. بتحتاج تفاصيل كتير. بتحتاج ان انا اقعد مع العمال كتير. يبقى نطاق اشرافي ايدي. او مواقع العمل متبعدة. مش عارف ان انا اتواجد مع جميع العمال في نفس الوقت. يبقى اذا نطاق اشرافي ايدي. او خبرتي صغيرة. برضو نطاق اشرافي دي. او الوقت اللازم للتنسيق العمل مرتفع. ان انا اقعد مع كل واحد وافهمه مطلب منه ايه? واتابعه كبير. فهنا لا نطاق اشرافي هنا يضيق. يبقى اذا. نطاق الاشراف دي عامة لما القنشطة تبقى متجنسة غير معقدة موجودة في مكان واحد او متقربة خبرة المشرف كبيرة والوقت اللازم للتنسيق ايه منخفض. ولو عكسنا الكلام ده يبقى هنا نطاق الاشراف دي يضيق. اللقطة اللي بعد كده يعني ايه هيكل تنظيم? الهيكل التنظيمي دي رسمة او شكل بيبين لي ايه هي المستويات الادارية اللي موجودة في المنظمة بتاعتي? وايه هي الادارات اللي موجودة في كل مستوى اداري? وايه هي الوظائف اللي بتتفرع من الادارات دي? وايه العلاقات ما بينه? يبقى اذا هنشوفها في النقطة الجاية ان شاء الله في التصميم تعليق التنظيمية رسمة. يبقى المدير العال تحت مثلا مدير الانتاج مدير التصويق وتحت مدير الانتاج تلاقي فيه متفرع منه وظائف وهكذا. يبقى هي شكل يوضح المستويات الادارية بالمنظمة والادارات المختلفة والوظائف والعلاقات الوظيفة. الهيكل ده في بعض المنظمات الهيكل بتاعها بيبقى كبير جدا. وفي بعض المنظمات الهيكل بتاعها بيبقى صغير. واحنا بنسميه طغير وقصير. طويب لانه بيبقى واخد شكل كده كبير من قطر الادارات اللي فيه او من عدد الادارات زيادة عنده او عدد الادارات اقل فبين كامش فبيبقى الهيكل ده قصير. طيب ايه اللي يخلي الهيكل طويل او قصير? ففي مجنوع من العوامل التي تؤثر في تصميم الهيكل التنظيمي. هذه العوامل ممكن ناخد منها التخصص وتقسيم العمل. حل المنظمة ومعدل من هوها. ضربة الانتشار الجغرافي ونطاق الاشراف اللي كنا لسه بنتكلم عنه. اول حاجة التخصص وتقسيم العمل. انت لسه بتقول تخصص يعني اخلي كل فرد في وظيفة معينة او مجلعة افراد في وظيفة معينة. كل ما انت زودت الوظائف او كل ما زودت الادارات كل ما الهيكل عندي بيزيد. لان الادارات دي بتظهر بتنور عندي عطول في الهيكل التنظيمي. يبقى كل ما زادت درجة التخصص كل ما زادت عدد الادارات وبالتاني الهيكل التنظيمي عندي بيزيد. والعكس صحيح. كل ما انخفضت درجة التخصص كل ما انخفضت عدد الادارات كل ما انخفضت الهيكل التنظيمي. يعني ندروا عني عليها علاقة تربية كلما زاد العامل ده كلما زاد الهيقل التوزين العامل التامي حجم المنزمة ومعدل نموه حجم المنزمة المنزمة لو كبيرة معناها ان فيها تخصصات كتيرة والتخصصات الكتيرة احنا لسه بنقول معناها ادارات كتيرة والادارات الكتيرة معناها ان الهيكل التنظيمي هيبقى كبير يبقى كلما زاد حجم المنظمة كلما زادت عدد الادارات اللي فيها وبالتالي زادة الهيكل التنظيم وطبعا معدل النمو لو الشركة دي بتكبر معي معدل نموها بيزيد كل ما بتكبر كل ما بتعمل فرع جديدة فبالتالي بتظهر عندي في الهيكل التنظيمي في شكل ادارات تختصت بخدمة الفرع الجديدة فبرضو عدد الإدارات بتزيد والهيكل التنظيمي بزيد وأيضا العكس صحيح كلما كانت منظمة صغيرة في الحجم يعني تخصصات أقل يعني إدارات أقل يبقى الهيكل التنظيمي القصير معدل نواها صغير أو هي معدل نواها الكيرف النازل خلاص إن هي بتخرج من السوق فهي المعدل بيقل يبقى عدد الإدارات بتقل وبالتاني برضو الهيكل التنظيمي القصير العامل الثالث درجة الانتشار الجغرافي نحن لسه بنقول لو أنا شركة عندي مناطق جغرافية بخدمها فبالتاني لازم هيبقى فيه إدارات عندي في الهيكل كل إدارة بتخدم المنطقة اللي أنا فيها يعني مثلا لديه فروع في جمهورية مصر العربية تلاقي عندي الهيكل مقسمين كده زي تقسمات المحافظات في وجه قبلي وجه بحري في قاهرة كبرى يبقى إدارة بتخدم مثلا مناطق وجه بحري إدارة بتخدم مناطق وجه قبلي إدارة بتختص به العاصمة القاهرة الكبرى والجيزة والأليمية وهكذا فإذا كل ما تعددت المناطق اللي بتخدمها المناطمة كل ما زادت عدد الإدارات وبالتالي زاد الهيكل التنظيمي وأيضا العكس صحيح يبقى إذا العامل اللي غايت هنا وإحنا مشيين كده على قطر ضي يبقى كل ما زي زي الهيكل التنظيمي زي ده يقل؟ يبقى الهيكل التنظيمي يقل أو يبقى قصير يجب بقى المنطاق الإشراف إحنا قلنا نطاق الإشراف عدد المرقوسين اللي يمكن لمشرف واحد الإشراف عليهم بفاعلية أو رئيس واحد يشرف عليهم بفاعلية ولا نطاق إشرافي بيزيد ده معناه هزول عدد الإدارات ولا هقل العدد الإدارات إحنا قلنا إنت نطاق إشرافي بيزيد لما يقوم يقوم بأنشطة متجنسة متشابهة يبقى كده تخصص واحد موجود إسا أماكن متقربة يبقى موجود في مكان واحد يبقى كل دول يتحطوا في إدارة يبقى إذن كل ما نطاق إشرافي زاد أنا ديئت عدد الإدارات هنا بقيت بعلاقة عكسية وعدد الإدارات قليلي يبقى إذن الهيكل التنظيمي قصير طب نعكسها نطاق إشرافي ديئ ليه؟ نتيجة أن التخصصات مختلفة لأن الأنشطة اللي بيقوموا بيها غير متجنسة مختلفة ففي تخصصات مختلفة فأنشأتها إدارات أختصت بيها أو موجودين في أماكن متبعدة فعملت لها إدارات بتخدم المناطق اللي بتتعامل فيها وهكذا يبقى نطاق إشرافي ده فقدت إلى زيادة الإدارات وزيادة الإدارات قدت إلى زيادة الهيكل التنظيم يبقى نقدر نقول أن التلات عوامل الأولية التخصص وحجم المنظمة ودهو بالإنتشار الجغرافي ده طرد العلاقة طردية قلوا ما تزيد العوامل دي كون من الهيكل التنظيمي يزيد لكن نطاق الإشراف أعرف كدا أول ما يقولي نطاق الإشراف يتسع يبقى دي زيادة يبقى الهيكل التنظيمي هيئل عدد الإدارات تقلي الهيكل التنظيمي يقل قال لي نطاق الإشراف يزيء يبقى عدد الادارات هتزيد يبقى الهيكل بتاعي هيزيد. يبقى نتوقع الاشراف الحاجة الوحيد او العامل الوحيد الى العلاقة بينه وبين الهيكل التنظيمي عكسية. تمام? طيب نشوف ده ازاي نصمم هيكل التنظيمي. عندي اكتر من طريقة لتصميم الهيكل التنظيمي. عندي اول طريقة. ودي الطريقة الشائعة. اللي هي التنظيم على اساس الوزايف. ما هي وزايف المنظمة اللي احنا برضو خدناه في الفصل الاولاني. انتاج تسويق تمويل ممارد بشري. وفيه التنظيم على اساس المناطق الجغرافية. وفيه التنظيم على اساس المنتجات. وفيه التنظيم على أساس العملاء وفيه تصميمات أخرى عندك في الكتاب بس إحنا هناخد الأربع دول أول حاجة إحنا قلناها إنه هو التنظيم الشائع أو اللي هو بيقوم أساسا على الوظائف الأساسية للمنظمة واخد من اسمه أنا التنظيم ده بعمله على الأساس إيه وظائفي فإيه هي الوظائف بتاعتي قلنا التمويل الإنتاج والتسويق والتنويل والموارد البشري فأعمل هنا دايما خانة المدير العام ده على طول معنا في الرسمة فوق ينظر مني يتفرع مني الوظائف الأساسية اللي أنا بقوم فيها في أي منصة وإحنا خدنا قبل كده على الأقل الوظائف المنظمة ممكن تبقى أربعة ممكن تبقى خمسة ممكن تبقى أكتر فإذا ممكن تكتفي بالأربعة اللي هو الإنتاج تسويق تنويل والموارد البشري يبقى معنى التنزيم ده اللي أنا بجمع الأنشطة أو الأعمال اللي بتقوم في المنظمة على أساس الوظائف الأساسية بحيث كل إدارة هتختص بوظيفة معينة وبعدين تحت كون الوظيفة ترجع تاني تنقسم حسب الأنشطة الفرعية لها زي مثلا التسويق بينقسم إلى رئيس قسم التسعير رئيس قسم الترويج رئيس قسم المنتجات رئيس قسم التوزيع يعني جواها ترجع تاني تتقسم إلى برضو وظائف فرعية أنت ممكن تكتفي بالجزء اللي إيه أن أنا أعرف بس مدير عين والوظائف الأساسية بتاعتي طيب لكل تصميم ليه وليه عيو أو ليه مزايا وليه عيو بالنسبة لتصميم الوظائف الوزائف بتاعتي أول حاجة هو ساعدني على أن أنا تطبقت مدى التخصص تقسيم العمل أنا اشتغلت على وظائف المنظمة بتاعتي كل واحد مختص بوظيفة معينة فكده أنا أضمن أن أنا إشراف ورقابة على جميع أنشطة المنظمة الأساسية اللي هي الأقسمها الأساسي يبقى إذن المزايا بتاعتي ضمان الإشراف والرقابة على جميع أنشطة المنظمة الأساسية المساعدة على تطبيق التخصص وتقسيم العمل لكن التصميم ده ما ينفعش لو أنا عندي فروع ما ينفعش لو أنا عايز أعمل تصميم على أساس منتجات عندي أكتر من منتج ما ينفعش لو أنا عندي بتعالب مع أكتر من عميل يبقى ده التصميم الأولي الأساسي الشائع لكن لما يبقى فيه حالات استثنائية أستخدم بقى التصميمات الأخر يبقى عيوج التصميم ده عدم ملأمته للمنظمات ذات الفروع المتباعدة جغرافيا أو للمنظمات اللي بتتعامل مع العديد من العملاء أو للمنظمات اللي بتتعامل في أكتر من منتج أو أكتر من سلح نيجي بقى للتصميم التام التصميم على المناطق الجغرافية لو أنا بتعامل في مناطق متعددة أنا بخدم أكتر من منطقة فهنا أجمع الأنشطة والأعمال بتاعة كل منطقة جغرافية وأعمل لها إدارة مختصة بها نفس الكلام هنا المدير العام معنا هو فوق دايما هو ده المستوى الأول وبعدين بينزل بينقسم منه الإدارات اللي أنا هقسمها في البداية أقسم الأول حسب المناطق الجغرافية اللي أنا بتعامل معي فأنا مثلا زي ما قلنا من شوية أنا بتعامل في المنتج بتاعي بيتوزع في جمهورية مصر العبية في المحافظات بتاعتي فأقسمها لمنطقة وجه كبلي منطقة وجه بحري ومنطقة القاهرة الكبرى تحت كل واحد من دول بقى أرجع أقسمها حسب الوظيف أول بقى إنتاج تسويق تمويل موارد بشري يبقى الحتة اللي أنا عملتها دي إن أنا زودت هول هيكل التوظيمي لزودت إدارات عشان أنا بخدم مناطق جغرافية ودي الحتة اللي إحنا لسه كنا نتكلم عليها إن درجة الانتشار الجغرافي كل ما زادت كل ما يزيد الهيكل التوظيمي يبقى أنا هنا زودت مستوى إداري قبل ما أقسم المنظمة إلى إنتاج وتسويق وتمويل وإيه موارد بشري يبقى هنا كإننا عملت الثلاث شركات صغيرة جوا بعض يعني مدير منطقة القاهرة الكبرى هرجع أقسمها لوحدها إنتاج تسويق تمويل موارد بشري الوجه البحري وهكذا فإيه كل مجاحب بقى منه هيتفرع إيه الموظيف بداعته بقى التصميم بتاع المناطق الجغرافية إن أنا بنبي احتياجات كل منطقة جغرافية يعني مثلا السلعة بتاعتي بتتبع أكتر فيه في وجه بحري مثلا يبقى هنا بيبقى أنا بنبي المنطقة بتاعتي بالكمية الانتاج اللي أنا بعملها بالأسعار بالوسائل الترويج الأعلانات أي حاجة يبقى أنا هنا بركز على احتياجات كل إيه منطقة لكن خلي بالك كل ما بزود عدد الإدارات كل ما تظهر صعوبة التنصيق بين هذه الإدارات يبقى العبدة ممكن أنا أخده في الهياكل التنظيمية المتعددة اللي بيزيد فيها عدد الإدارات فممكن أخذ العبدة كده أي حاجة مشتركة صعوبة التنصيق بين المركز الرئيسي والفروع أو صعوبة التنصيق بين الإدارات طبعا زيادة التكاليف أنا قلت لسه بقول من شوية أنا كأني ثلاث شركات صغيرة في بعض فأنا هنا في تكاليف زيادة في مجهود بيتعمل أكتر من مرة يبقى الزوجية المجهود ولكن طبعا هو مزايا طالما بتغطي على العيود دي يبقى خلاص نستخدم التصميم التالي على أساس المنتجات لو أنا شركة بيضج أكتر من نوع من السلع يعني أنا شركة أجهزة كهربائية بشتغل في التلاجات وبشتغل في الغسلات وبشتغل في المتجازات فهنا أروح مقسمة الهيكل التنظيمي عندي كل الإدارة بتختص بسلعة معينة من السلعة دي أقول مثلا مدير التلاجات مدير الغسلات مدير البتكاسي وتحت كل واحدة منها أرجع أقسمها تاني حسب الوظائف إنتاج تسويق تمويل موارس بشري وهكذا يبقى أنت بستخدم التنظيم على أساس المنتجات عندما تكون المنظمة أو الشركة ديها أكتر من سلعة بتنتجها فيتم تجميع الأنشطة والأعمال على أساس السلعة والخدمات اللي أنا بنتجها بحيث كل إدارة بتختص بسلعة معينة وطبعا ديها ميزة حلوة قوي إن أنا هنا بحقق التمنيع في المنتجات اللي أنا بقدمها أعرف كمان أي سلعة بتجيب لي رفحة أكتر من التانية والاستجابة لطلبات العملاء المتغيرة ولكن من عيوبها بيتصرعوا على الموارد يعني كل السلعة بتبقى محتاجة مثلا مواد خام بتحتاج موارد دشرية بتحتاج مواد معينة فتلاقي المديرين للإدارات بيئي بيتصرعوا على الموارد دي عشان كل القسم منهم يبقى هو الأعلى أو هو اللي يحصل على النصيب الأكثر التصمير اللي بعد كده على أساس العملاء لو أنت بتعلم مع أكتر من عميل عندي سلعة بالسنة بتعامل مع أكتر من فئة من العملاء يعني مثلا السلعة بتاعتي بباعها للتجار الجملة والتجزئة بباعها للقطع الحكومي بباعها للعملاء النهائيين يعني دي بياخدوا مني على طول مباشرة من غير بقى ما يروح للتاجر الجملة أو تاجر التجزئة فهنا بختف أنا عايزة أخدم كل عميل بخصائص معينة يعني مثلا الكتاع الحكومي دايما بيحب إيه عايزة السلعة اللي هي يبقى سعرها رخيص تمام ومزايا معينة لا بتعطي تجار الجملة أنا عايزة بديهم السلعة وبديهم معاها حاجات ترويجية يعني مثلا بديهم معاها هدايا بديهم معاها حاجات إن هو يروض لي عن السلعة بتاعتي في المكان بتاعه وهكذا يبقى كل الإدارة بتختص بإيه بحاجة معينة يبقى هنا بعمل إيه بدمع الأنشيطة والأعمال على أساس العملاء كل الإدارة بتختص مجموعة معينة من العملاء فهنا زي ما يقولينا برضو دايما المدير العام هو المستوى الأول يندرج تحته مدير طلبات تجار الجملة والتجزئة مدير طلبات القطاع الحكومي ومدير طلبات العملاء النهائية طبعا ده مزياء إن أنا بهتم بكل نوع من أنواع العملاء ولكن بيعاب عليه برضو إن صعوبة التنسيج بين الإدارات ترتفاع التكاليف إزدواجية المجهود أو تكرار الإيه المجهود كده الإيه الفصل التنظيم خلص أتمنى إنه تكونوا فهمتوا من الجزء ده عايزين بقى تحلوا الأسئلة صح وغلط تمام؟ عندكوا الإجابات موجودة بعد العبارات سيريت إنت تحاول تحلها الأول وبعد إيه تتأكد منه صحة عندك برضو في عبارات اختيارات لأن إنت عارف إن الامتحان بيبقى عبارة عن جزء صح وغلط وجزء اختيارات وجزء مكوية تمام؟ وبرضو هتلاقي إيه الإيه الإجابة موجودة عندك فيريد برضو إيه نحلها ونتأكد من الحال بالنسبة لأسئلة المقالية إحنا بنكتفي بسؤالين تمكنهم كويس قوي حين يمكن يجو في الأسئلة المقالية السؤال الأولاني أذكر مفهوم التنظيم وخطواته لو أول نقطة خالص يعني إيه تنظيم وإيه الخطوات بتاعت التنظيم؟ لما السبع خطوات اللي تبدأ بمراجعة وفهم التخطيط لو أهداف وخطط المنظمة وتنتهي بالهيكل التنظيم النقطة الثانية أو الثوية الثانية كارن بين مفهومي التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي أقولي المصطلحين كل واحد معنائي وبعدين مبينا فوائد وسلبيات التنظيم غير الرسم شكرا وبتوفيق إن شاء الله